الجوف تسير نحو التحرير والخلاص الكامل من الميليشيا هذا ما تؤكده المعلومات الواردة من هناك والتي تفيد باستعادة الشرعية لمناطق عديدة في قهب والشعف شمال شرقي المحافظ مصادر عسكرية أفادت بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير موقع الضبع ومعسكر الأقاشر إثر مواجهات عنيفة في الساعات الماضية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا مقاتلة التحالف العربي هي الأخرى شنت سلسلة غارات على مواقع الميليشيا في مديرية الغيل والمصروب وبحسب المصادر الميدانية فقد أسفرت الغارات عن مقتل العديد من عناصر ميليشيا المخلوع والحوثين بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية في معسكر حام تأتي هذه المواجهة في إطار سعي الجيش لاستكمال تحرير المحافظة والتوغل باتجاه العاصمة صنعاء في جبهة موازية لجبهة نهم الأمر الذي يمكنها من تضييق الحصار أكثر على معاقل الميليشيا في صعدة وصنعاء وقطع خطوط الإمداد عنها